اشتركوا في القناة ونحن الآن في انتظار أن تبدأ المراسيم الاستقبال الرسبي المنظم لهذا الوفد ورئيسه تعلمون جميعا أن هذه القمة تحمل أكثر من دلالة قمة إفريقية من هذا الحجم تنظم لأول مرة في موريتانيا ولم يأتي تنظيم هذه القمة اعتباطا بل سبقتها إجراءات تمهيدية لا بد منها تمثلت في مواجهة التحديات التنظيمية التي لا بد أن توفر الظروف المناسبة لاحتضان قمة من هذا الحجم معي هنا في هذا الاستوديو المؤقت الذي أعادته قناة موريتانيا خصيصا لمواكبة هذا الحدث الهام زميل بكر أطيه الميكروفون ليحدث المشاهدين باللغة الفرنسية عن الجديد هنا على مستوى مطار متونسي زميل بكر تحية طيبة تحية طيبة زميل مكتار بابا المترجم للجانب المنزل في المنزل الانترابي المنزل في الدرس الوحفوة المترجم للجانب المترجم للحفوة وما ينحن الانتقال اليوم، وهذا وحرمان يبدو لجلالة عفرية العالمية، ومنوا إلى أي مرة الأمور، وقعه يافرون أجل الانتقال اليوم، ومقام معكي موجود على المدينة العام، وممعكي مكسال، وممدارات للادين على مدادكار، وممدارات لزمبابوة، ويقوم باسترداء الانتظار المؤكد من الاحيان ونعرف من مرتفع الانتظار الانتظار التصبيل الانتظار 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 المعد وفي هذا المحاول تلك العديد والعام لتعلم في المتابع من المزيدات ومن على القرار للحديد. موحمد ذات كبيرة. الموحمد الآبت بالأسف القرار. يجب على فريق على أن يدعه في القرار للحديد. موحمد نيجرية كبيرة عامد يسف. كبيرة للحديد الكبيرة السورة المعطانية في اليوم الآميب المرجع. وهو كبيرة للعيفون المؤمنين. Ce 31ي sommet سبعه سيكونواد كثيرا لأنه دائما على المحيط لمدة اكتابة قاعدة. يسأل هذه التفاعلة لتعاية الوصول لتعاية الاجتماعي حول الوصول على المشاكل. تجعله في أكثر منها أمساعة الافرقة. تجعله حول المشاكل العديد من الطاقة من الطاقة. تجعله في كلاحها الأمام والجمع الأمام. والمقارنة الإ Tang acabar رئيسة في نجاح أمدسوفو هناك وزيدة المعاربية أمدسوفو تتقدم على المقارنة الإنساة والمقارنة الإنسان والمقارنة الإنسانية للغاية للغاية على المقارنة الإنسان الإنسانية يشارك في بعض المغاية من العراقية، البلعكين فاسو، البنين، البشارة، الببي، المالي، والنغيريا. هذا هو هو يجب أنه يكون القدر مني إيقافية لديه لديه مدلسة لعملية، وفيه، 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 المقارن opposingك يعود immediateGO مختار بابا تقbandك هذه النجسي cor shadERóر على حك presup fury الإنجير محمد يوسوف وهو الآن استقباله من تارفه رئيس الشيء السيد محمد عبدالعزيز وسيدة حرمه رئيس النيجر وصل وقد نظمت له سلطات الموريتانية استقبالا يليق به في الكلور الشعبي يعكس ثقافة الموريتانية الأصيلة هذه اللحظات يحل بموريتانية ضيف عظيم قادم من جمهورية النيجر والنيجر كما تعلمون طبعا هي عضو في الاتحاد الافريقي وهي واحدة من الدول الواقعة في شهر الغربية من القارة الافريقية تصنف شغرافيا ضمن قائمة الدول الحبيسة وذلك نتيجة عدم إشرافها على أي بحر أو محيط وهذه اللحظات ترحيب من نوع خاص يحمل طابعا ثقافيا شنقيطيا أصيل يعكس متانة العلاقة الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية النيجر رئيس الجمهورية وضيفه الكريم يدخلان قاعة الشرف لأخذ قصد من الراحة في انتظار التوجه إلى مقر الإقامة والاستعداد للمشاركة في دمة موكشوت إذن تشاهدون رقصات وأغاني موسيقى وتصفيق يعبر عن أنواع وأصالة الضيافة الموريتانية إكرام الضيفي يبدأ من لحظة الوصول بمراسيم تختلف من مجتمع لآخر ومن ضيف لآخر قاعة الشرف الرئاسية في الجناح الرئاسي بمطار متنسي قبل قليل لحظنا في أجواء نواكشوت طائرة أخرى ما زالت في الأفق تنبئ بأن وفدا آخر سيصل بعد قليل ومن المتوقع أن تتوالى رحلات الضيوف الوافدين إلى نواكشوت خاصة في هذا اليوم الذي يعتبر يوما هاما وحاسما في سياساتي وبرابج دفع الوحدة الإفريقية الأمام وتحقيق التضامن والتكامل السياسي والاقتصادي لإفريقيا بشكل عام بشكل عام خاصة وأنه ثمت إرادة من رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وهذه الإرادة عززت باستعداد من طرف نظرائه رؤساء الدول الإفريقية رؤساء إفريقيا التزموا وعبروا في كلاب مناسبة أنهم مستعدون وأنه آن الأوان للعمل بشراكة بأفكار وبمقترحات وبسياسات على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في ربوع القارة الإفريقية هذه القارة التي عانى دول شتى في السنوات الماضية من تحديات كثيرة آن للقادة الأفارقة أن يعملوا ويضعوا تصورا واضحا لمواجهة تلك التحديات وهو ما شكل المناخ الحالي المناسب لموريتانيا فضاءه المناسب وهذا ما يتوقع المراقبون أن قيمة نواك شوتسا يكون لها ما بعدها إذن زميلي تمين في الاستوديو أعود إليك في انتظاري أن يصل وفد آخر ونحن هنا مرابطين على مدار الساعة لمواكبتكم بمسجدات مطار متونسي شكرا لكم ولباقي الطقم الموريتانية سواء بمطار متونسي أو بالمركز الدولي للمتمرات تابعنا وإياكم وصول رئيسي نيجر محمد يوسفو الذي كان في استقباله في خامة رئيسي الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وقد عقدوا جلسة مباحثات في قاعة أشرف بمطار متونسي الدولي نحن لازلنا ضمن تقلية قناة الموريتانية لفعالية وصول الوفود المشاركة في القمة الإحدى والثلاثون للإتحاد الإفريقي نعود هنا إلى ضيوفنا عبد عبودي والشيخ سيد مختار الكونتي ودكتور رحمد سالم البخاري كان لديكم تعقيب كان تعقيب قريبا منسبة للضيف ومنسبة الخسائر الكبيرة